أظهر التقدم السريع إلى كييف في الأيام الأولى من الحرب بوضوح شديد أن كييف كانت هدفاً رئيسياً للقوات الروسية لذلك يجب أن لا نخدع ولا ينبغي لأحد أن يخدعنا بالدعاء الكريملين بأنه سيقلل فجأة الهجمات العسكرية قرب كييف أو أنه سيسحب كل قواته هناك بعض التحركات لبعض الوحدات الروسية بأعداد صغيرة بعيداً عن كييف نعتقد أن هذا إعادة تموضع وليس انسحاباً حقيقياً يجب أن نكون جميعاً مهيئين لترقب هجوم كبير ضد مناطق أخرى من أوكرانيا وهذا لا يعني أن التهديد على كييف قد انتهى